اهلا بكم في الجزء الحادي عشر من ورش التصميم كلاسيك في برنامج جوجل سكتش اوب هنتعلم في الفيديو ده كيفية رسم الاعمدة في برنامج جوجل سكتش اوب لالدور الاول علوي علشان ابتدي ارسم اعمدة الدور الاول علوي هروح للبيلان الخاص بالدور الاول علوي او المتكرر وحبتدي ارسم الاعمدة بتاعتي هنرسم الاعمدة الخارجية فقط لغير. ليه? لان احنا شغالين ورشة تصميم خارجية. فمش هنهتم بالاعمدة الداخلية. هنروح لامر لاين. وابتدي. اقول له. كليك. 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 عشان ارسم اول عمود. كل اللي انا عملته ان انا مشيت على اطراف الخارجية. واقول له دابل كليك كليك مينو? هقول له مي كومبونات. بهذه الطريقة. ليه مي كومبونات? هنعرف قدام. هنجي على العمود اللي بعده. نفس الكلام بامر المستطيل. وابتدي اضغط كليك. واسحب كليك اخر. دابل كليك. كليك يمين مي كومبونات كريت. يبقى كل عمود خارجي هبتدي اعمله كومبونات. امر المستطيل مرة اخرى. واضغط في البداية وكليك في النهاية. هيتكون معايا سطح. دابل كليك يمين مي كومبونات كريت. العمود اللي بعده ممكن بكل سهولة ان انا اعمل لهم بس انا هنرسمهم واحد واحد عشان نتمر على الرسم. كليك 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 دابل كليك كليك كومبونات كريت. العمود اللي بعده بامر المستطيل اهو بهزي الطريقة. والكليك كومبونات كريت. اخر عمود اهو بالطريقة دي. اهو. كنترول زت. بامشي بس على الاطراف الخارجية. دابل كليك 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 يمين كومبونات كريت. كده انا رسمت العمودة اللي على الواجهة دي. هروح في الجنب. واتدي بامر لاين. اهو. هامشي على الحواف الخارجية. هيتكون معايا سطح. اروح على اللي بعده. بين الطريقة دي. هيتكون معايا سطح بعد كده دابل كليك العمود ده كليك يمين كومبونات كريت العمود اللي بعده دابل كليك كليك يمين كومبونات كريت طبعا بشرح بسرعة شوية عشان الفيديو ده احنا شرحنا يعني الاسليب المختلفة الرسمة العمودة في الفيديو الثاني. بهزي الطريقة اهو. دابل كليك كيمين كومبونات كريت. امر ضاين. اهو. للطريقة دي. الاعمودة الخارجية فقط لغير. كليك يمين كومبونات كريت. هاجي على العمود ده. امر ضاين. بالطريقة دي اهو. دابل كليك كليك يمين كومبونات كريت. هاجي على العمود ده. امر المستطيل. اهو. ده امر المستطيل. بأمر المستطيل. وابتدي ارسم العمودة بتاعتي. اهو. كده. كده انا تقريبا يعني احنا اخد اخر عمود ده كمان معايا. اهو. اخش على ده. دابل كليك كليك كيمين كومبونات كريت. دابل كليك كليك كيمين كومبونات كريت. اللي بعده دابل كليك كيمين كومبونات كريت. دابل كليك كريت. شوف اللي بعده بس كده معا. كده انا خلصت العمدة كلها الخارجية. بعد كده اخش على اول عمود. اقول له بوش قاعدل كده شوية. الى اعلى. تلاتة متر. اروح على اللي بعده بوش. تلاتة انتر. اللي بعده كل الاعمدة بتاعتي. تلاتة انتر. دبل كليك بوش تلاتة انتر. اللي بعده دبل كليك بوش تلاتة انتر. بنفس الطريقة كل الاعمدة بتاعتي. تلاتة انتر. بنفس الطريقة هنشتغل كل الاعمدة. هوجه في الفيديو وارجع لكم بعد ما اخلص علشان وقتكم ونشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد بعد ما خلصت جميع الاعمدة بتاعتي الخطوة اللي بعد كده. ان انا هبتدي اختار كل الاعمدة دي بالطريقة دي. اهو اختارهم كلهم كده. وابتدي اقول له موف وابتدي اخدهم من نقطة سبتة وليكن النقطة دي بالطريقة دي. اهو. وارور لنفس النقطة وابتدي اعمل لهم كوبي بالطريقة دي. علشان يبقى شكل الاعمدة الخاصة بالدور الاول علوي معايا بالطريقة دي. بمنتهى السهولة وفي مكانهم مزبوط. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. وعرفنا ازاي نحط الاعمدة الخاصة بالدور الاول علوي اهتمينا بالاعمدة الخارجية فقط لغير. يارب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. يارب لا تنسوا الاشتراك. لا تنسوا مشاركة الفيديوهات. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الثانية الخاصة بتعليم برنامج الرفت. هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة